كما التقى سمو الشيح عبد الله بن زايد الانهيان وزير الخارجية معالي بويثان نسون وزير الخارجية الفيتنامي وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى هانوي جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في القطاعات كفالسيما الاقتصادية واستعرض الوزيران جهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بالإضافة إلى التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودول رابط دول جنوب شرق أسيا أسيان وأكد سمو الشيح عبد الله بن زايد الانهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وفيتنام مشيرا إلى أن جهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تدعم جهودهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وعقب اللقاء شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان ومعالي بوي ثانسون التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور جرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية في فيتنام